السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي سوف نخصصها لآخر مستجدات قضية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما تعلمون يوم الخميس الماضي وجهت اتهامات للرئيس الأمريكي وطلب منه الحضور إلى نيويورك يوم الثلاثاء المقبل ففي هذه الحلقة سوف أوضح بعض الأمور التي هي مستجدة في هذه القضية أهم الأمور التي أريد تلخيصها والحديث عليها بسرعة وهي أن الرئيس الأمريكي يجب عليه أن يكون يوم الثلاثاء في نيويورك من أجل القيام بالإجراءات القانونية سوف يصل الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب إلى نيويورك الساعة 11 صباحا بعد ذلك لديه الجلسة الأولى يقال على الساعة الثانية و15 دقيقة بتوقيع شاق الولايات المتحدة الأمريكية لكن قبل صفره من فلوريدا من وقر إقامته مارلاغو ببارمبيت بولاية فلوريدا سوف يعطي كلمة على الساعة الثامنة والربع صباحا قبل توجهه إلى نيويورك يقال أن الحرص الوطني سوف يقوم بحماية المقر الذي سوف يصل له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء وطلب من جميع عناصر الشرطة في نيويورك أن تكون لابسة للزي الرسمي يعني زي الشرطة ويجب تأمين جميع المنطقة المحيطة بهذا المكان مخافة ردود أفعال بعض أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يعلم الجميع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو الرئيس الأسبق دونالد ترامب لديه فريق قانوني قوي لديه أموال لدفع أتعاب هذا الفريق القانوني بل أكثر من ذلك أنه منذ الحديث على هذه الاتهامات تم جمع أربعة ملايين دولار جمع أربعة ملايين دولار من التبرعات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل الدفاع عليه في هذه القضية لكن يجب أن يعلم الناس أن دونالد ترامب هو متابع في قضية لها علاقة بالدولة يعني حتى الدولة لديها فريق قانوني ولديها أموال لدعمها في هذا الأمر فسوف نتبع هذه الأمور يوم الثلاثاء فكما قلت الرئيس الأمريكي سوف يصل الساعة 11 إلى المحكمة هناك إجراءات هناك إجراءات يجب أن يعلمها الجميع لحد الآن يعني ما تم تسريبه من الحزب الجمهوري أنه سوف يصل الساعة 11 إلى المحكمة في نيويور بعد ذلك سوف يتم رفع البصمات يعني كرئيس سابق روية المتحدة الأمريكية يعتبر أنه كأي شخص أمريكي ليس هناك أي أحد فوق القانون لذلك حينما سوف يصل المحكمة سوف يطلب منه يعني وضعه البصمات سوف يتم أخذ الصور لأنه متهم أو ما يسمى بالإنجليزية بالمارك شاطس كنت أظهر لكم صورة الآن لكن هذه الصورة بين قوسين هي صورة مفبركة من بين الأمور التي طربة بها يعني الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دوران ترامب طلبة المحكمة لا تقوم بوضع الأصفاد في يد الرئيس الأمريكي الأسبق دوران ترامب هذه هي من الأمور التي أتير العديد من الجدل بخصوصها لكن كما قلت الرئيس الأمريكي سوف يأتي طواعية إلى يعني نيويورك لكن فريقه القانوني طربة بعدم وضع الأصفاد في يده كما قلت لحد الآن التهمة الأولى المشهورة التي وجه الاتهام إليه بسببها وهي تهمة دفع الأموال التي قيمتها 130 ألف دولار لإحدى الممثلات الإباحية التي كانت لديه علاقة مع هذا الأمر الذي كما وضحت في فيديو سابق أن الديمقراطيون يقولون أنه دون ترامب أخذ أموال يعني مخصصة لحملته الانتخابية وقدمها لهذه السيدة عن طريق يعني محامه السابق مايكر كوهين هذا الذي دخل إلى السجن لكن هذا الشخص دخل للسجن بخصوص كذبه على الكونغرس لأنه هذا الشخص تم استدعائه إلى الكونغرس من أجل الإداء بشهادته لكن صبب دخوله إلى السجن ليس هو قيمه بدفع الأموال للممثلة الإباحية بل لأنه كذب في بعض الأمور على الكونغرس لذلك تم توجيه التهمة إليه لكن كما قلت تقديم الأموال لهذه السيدة هي فقط تهمة من بين التهم الموجهة لها ويقال أن هناك 23 تهمة 23 تهمة موجهة إلى الرئيس الأسباق لا أحد يعلم ما هي هذه التهم لكن يوم التوتا سوف يتم الإعلان على هذه التهم التي وجهت إلى الرئيس الأمريكي كذلك يجب أن نؤكد أن هذا الأمر سوف يكون هناك متابعة إعلامية لهذا القضية ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية بل خارج الولايات المتحدة الأمريكية لأن الأمر يتعلق بأول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية يتم توجيه اتهام إليه ويتم مطالبته بالحضور إلى المحكمة في نيويورك مع العلم أن هناك العديد من الحالات التي ضعرت أو قام بها يعني أفراد في الحزب الدموقع قطي على رأسهم ورؤساء أمريكيين سابقون ينتمون الحزب الدموقراطي هؤلاء الذين لم يتم توجيه أصابع الاتهام إليهم سوف أضع حلقة قادمة أخصصها فقط لماذا هذا الأمر لماذا يقال أنه لا أحد فوق القانون وفي نفس الوقت نرى أن مثلا دونالترامب يتم توجيه اتهام إليه ويتم مطالبته بالحضور إلى المحكمة في حين هناك أشخاص لم يتم توجيه اتهام إليهم بهذه الطريقة هل هي لعبة سياسية هل أنهم يعلمون أن الرئيس الأمريكي دونالترامب لديه حضور كبيرة للفوز في الانتخابات القادمة سوف نتبع هذا الأمر مع أول يوم من هذه القضية وهي يوم الثلاثة الساعة الثانية والربع زونا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية شكرا لكم و السلام عليكم